انت ممكن تلحن مزيكا للمهرجانات اه طبعا لحسن شاكوش مثلا ولا بيكا اي حد اي حد وعلى فكرة اه انا شايف ان لما سمى نفسه شاكوش عكسة من الناس فقع ايه ده الاسم ده كلما كان الاسم غريب كلما تنجح انا عندي كتاب اللي هو سونج رايتينج كتابة الاغنية بيش بيتكلم على كل حاجة بيتكلم عن تجربة مهمة جدا ان فيه واحد كان صوته حلو جدا ولما نزل الالبوم بتاعه منجحش فعملوا فوكس جروب وعايزين يعرفوا منجحش ليه منجحش فواحد منهم اخترح من اللاعدين قال لهم عشان اسمه الصغير وسهل فسموه البردينج هامبردينج انجلبرت هامبردينج ليه عشان انا لما اسمعوا يعجبني اجي اقول لك ايه سمعت الموتو الاسمه البردينج تقول لي ايه ايه تاني تكرروا فتكرروا دي تفاصيل اوي كويس فشاكوش اسم حلو ليه لا ليه لا انا مش دعوة يعني مهدام هو راضي يعني هتقول لي طب ليه ما سمتش نفسك تشاكوش لا مرداش انت مترضاش انا مرداش لك ما عندكش مشكلة حد تاني سامينا نفسه حمو بيك طبعا اه وكويس ان حموه برضو يعني مهدام حمو بيك اه انا الحاجات دي ما بشوفهاش وحشة ولا بشوفة ومدام الرطع الكلام مالك في الصحراء ما هواش مالك مالك في وسط رعاية مالك بتعتبر نفسك في المزيكة مالك لا انا بعتبر ان اي واحد له جمهور فهو فنان ايا كان بيقدم ايه مش احنا وصلنا للكلام ده احنا مش عارف انت بتتكلم على موضوع الشباب كلهم عايزينهم فانت بتتكلم عن ناس محترمة وناس جميلة الشباب كلهم كانوا عايزين المصريين ساعة ما طلعوا طبعا كان ناقصهم المصريين فريق بالد المصريين موضوع تاني بقى ليه المصريين المصريين فغأة قدمت العلوم الموسيقية في الأغنية المصريية لأول مرة أول ألبون كان بحبك لها ايوة وعمر فتح الله رحمه تسمح لي اقولك على حاجة بقى مهمة قوي في موضوع المصريين احنا قدمنا العلوم الموسيقية العلوم الموسيقية اللي هي ايه الهارموني والكاونتاك بوينت وكده شوف حدلك هعمل لك أهواك الولاد هنغنوا لحن رجل أهواك ومالوش دعو بيها بس بيس بس بس اشتركوا في القناة